اهلا وسهلا بكم انا معتاز زهاني ودي قناة كتب وسينيما مسلسل هو مسلسل مكسيكي ناطق باللغة الاسبانية وبتكلم بقى عن موضوعات متعددة يعني من اول حلقة على طول بيخش فيه زخم الاحداث بتلاقي موضوع تفجير ارهابي بتلاقي هروب زوجة من ماضي الزوج القليم وبتلاقي قصص يعني بتخش فيه اكتر من قصة واكتر من محور من اول حلقة على طول المسلسل مكون من عشر حلقات وهو بيتميز بصراحة بالاحداث الدسمة المسلسلات اللي زي ما تقول كأن كل قصة فيهم تحس ان هي يعني حلقات منفصلة عن الاجزاء التاني بيبدأ المسلسل خالص بان طبعا في واحدة اسمها مونيكا وبنتها دول بقى موجودين في اسبانيا يعني هو الموضوع كله في اسبانيا ولكن الماضي بقى وفيه كمان اجزاء من القصة في فيه ابطال كتير للعمل ولكن لو قلنا الاساسيين والمهمين بشكل كبير هما مونيكا ودانيال هما كانوا مؤثرين كتير في الاحداث وطبعا معهم والشخصيات كلها طبعا مهمة في العمل ولكن انا بتكلم على المحاور الرئيسية فمونيكا دي وبنتها دول اللي هربانين بقى من الماضي بتاع زوجها زوجها كان راجل بقى بيقوم باعمال غير مشروعة في المخدرات واعمال اخرى ضد القانون في المكسيك فهي بتنضم بقى المجموعة بتاعت حماية الشهود وزي ما تقول عايزين بقى يوقعوا الراجل ده ولكن كل ده بيحصل طبعا في اول حلقة بيحكي لك الماضي بتاعها يعني هي في اسبانيا ولكن عايز لك القصة هي جات منين وايه حكايتها القديمة من ثلاث سنين في المكسيك الضابط الامريكي بيقولها هنغير هويتك انت وبنتك وهنوديكي اسبانيا ولكن يعني بتشاء الظروف وبشاء القدر ان الجزهة بيموت في حادث فبتقول خلاص بقى طب احنا هنروح اسبانيا ليعمل ايه ما نفضل بقى في المكسيك ما الراجل مات هو الشر بقى يعني كان طبعا شرير جدا ضد زوجته ضد بنته بيقوم بكل شيء اه ضدهم وبيضطهدهم فالزابط طبعا لا لا مش هينفع انت لازم تروحي لان جوزك ليه علاقات كبيرة ومش هتخلاصي من المشاكل لو اعدتي في المكسيك طبعا ما تتعرف على زي ما شفنا في المسلسل وبتخش في علاقة معاه بنشوف كمان شخصية دانيال دا كان يعني نشوفه زابط زابط قبل كده ويتحول لهتمان قتل مقجور وبيكون مهمته المكلف بها من حد ما يعرفوش انه انت تقتل مونيكا في مجموعة ظروف بتحصل في العمل غريبة جدا بيكون يعني بيكون هو ماشي وراها وعايز يقتلها بيحصل تفجير ارهابي فهي اللي بتنقذ حياته شوفوا بقى يعني التفاصيل الغريبة والحظ لمونيكا ان هي انقذت حياته هي اصلا ممرضة فانقذت حياته في التفجير اللي حصل في اسبانيا فهو خلاص يعني عايز بقى يردلها الجميل ومش عايز بقى يتم المهمة وما يقومش بقتلها طبعا هيكون في في الحلقة جزء في الاخر يعني هتكلم عن بعض التفاصيل اللي في اخر الحلقات هيكون يعني هنوه قبلها وهيكون في حرق التمثيل بصراحة كان متميز جدا في العمل فشوفنا شخصية دانيال يعني كان قيم بتدور بشكل جميل جدا وازاي بقى كان للترباط اللي جواه ازاي كان شرطي يعني سابق وحصل له حدث قليم وتحول لهيتمان وتمثيل مونيكا كان اكتر من ممتاز كمان والكس بقى الشخص الفوتوغرافر المجنون الدموي اللي بيحب الحاجات او صور الاشخاص سواء بقى ميتين او احداث قليمة هو بيصورها. كمان العمل بتماس بعدد من المفاجآت شفناها سواء من شخصيات بقى زي اه امبرتو او والقصة بتاعته مع امبرتو ده كل هنتكلم عنه في فترة الحرق كان في عدد بصراحة من المفاجآت اللي شفناها ويخص كمان الماضي بتاع مونيكا في المكسيك. وطبعا ما ننسى الشخصية السياسي الغريب الفاسد اللي هو يعني بيقيم علاقات مع اللي بيشتغلوا معاه سواء بنت او كمان بنت مونيكا يعني هو بيقيم علاقة مع بنات صغار في السن وهو بيحاول وعنده مشاكل طبعا مع زوجته اللي هو في المسلسل احنا نشوف في الاول الحلقات خالص ان القضية الكبيرة اصلا هي مقتل زوجته بشكل قليم مربوطة كده بحبال او احزمة غريبة من كل الاتجاهات وقتل بصورة بشعة ومرمية فكوخ فبيشكوا يعني المحققة هنا بتشك برضو في الزوج وبتقول يمكن يكون لي داخل يمكن في خلافات بس ما بتوصلش لحاجة غير لما بنشوف بعد كده مع الاحداث في وسط المسلسل هنشوف وصلت لايه في القضية دي عشان ما نحرقش وهنتكلم في فقرة الحرب طبعا المسلسل ممتاز ولا يعني جيد جدا ولا والله المسلسل متوسط يعني لو هتدي له تقييم هتقول ستة ونص من عشرة مش هنزود عن كده يعني هو انا شفت عدد تاني من المسلسلات الاسبانية والمكسيكية اللي موجودة على وكانت في منها افضل من كده وهي كلها بتتميز بتصارع الاحداث وبتميزها وتفاصيلها والتمثيل المتقن فيها ولكن يعني فمش هقدر ادي لده درجة اعلى منهم وهنقول ان هو متوسط المستوى يعني ستة ونص من عشرة شفنا اكتر من الشخصية في العمل كتحولت من الخير للشر ومن الشر الخير في تحولات في الشخصيات حصلت شفنا دانيال ازاي نتيجة انه عايز يرد الجميل من شخص انقص حياته شفنا كمان الشخصية اللي كانت معه آآ بنت مونيكا ما كانت بقى في المكسيك والكصة تانية هنتكلم عنها قصة بقى الخطف اللي احنا شفناها وهتكلم برضو عن التفاصيل بتاعته وفي الجزء الجاي يكون في حلق الاحداث عشان نخش فيه تفاصيل شوية في اخر العمل طيب الجزء ده بقى يخص الناس اللي شافت العمل بالفعل فزي ما قلنا ان خلاص حصل احداث كتير وكمان المحققة هنا او الشرطية وقعت في علاقة مع الكس الكس نفسه اللي هو في علاقة مع مونيكا هو بقى يعني مصور وكده وليه علاقات وتأثير على انساء وكمان بيجي لها صور كده عن ماضي حدثة حصلت قبل كده جريمة قتل كان متهم فيها الكس فبتبدأ تشك ان هو آآ ممكن يكون كمان قاتل زوجة السياسي توريس شوفنا كمان ان هما الشرطة لقيت محادثات بين آآ الي وتوريس السياسي لو كان مرشح لعمدة مدريد وبتقول يعني ان هي مدايقاها قوي زوجة توريس وعايزها تتخلص منها يعني فيها فيه كده قد يكون ان هي اللي قتلت فالاتهامات خلاص عليها فالمفاجأة ان بيعترف بيقول لا انا اللي قتلت وبنتي بريئة يعني هل بقى بيضحب نفسه ولا هو بالفعل القاتل المفاجأتين الكبار من وجهة نظري هي عودة الزوج اللي مفروض ان هو مات في الاول خالص في المكسيك زوج مونيكا يعني هو بيرجع تاني وبطلع ان هو اللي متورد هو الرأس الكبيرة في موضوع الخطف بتاع ناتاليا هي بنته آآ ولكن هو بيرجع تاني وعايز يخطفها عشان يبتز بقى الشرطي الامريكي الزابط بتاع المخدرات وكده ويبدأ بقى يديره هويات جديدة يغير بقى كل تفاصيل وكده فيرجع البنت تاني وشوفنا الدور المهمة جدا لدانيل في الموضوع وازاي كان مساند بشكل كبير جدا لمونيكا في موضوع البحث عن بنتها لكن الموضوع بقى بيطلع فيه قصة انتقام امبرتو بقى كان هو اللي قتل يعني زوجة السياسي هو هو اللي قتلها وعملها بالشكل ده عشان يتهم المصور في الموضوع عايز يلبسها فيه التهمة عشان كان فيه جريمة زي ما شفنا بقى في من زمان يعني من عشرين سنة ان المفروض بقى ان هو اللي قتل ام امبرتو ونتيجة قتل الام دي كمان زوجها اللي هو ابوه يعني ده انطحر برضه وبدأ بقى يخش في موضوع الخمور وكده من فقدانه لزوجته فالقصة تحس ان هي منفصلة عن بعض يعني الموضوع الزوج بقى والموضوع المكسيك والماضي بتاع مونيكا وبنتها دي قصة وحكاية وقصة بقى الزابط اللي كانت تحول الهتمان ورجع التاني زي ما تقول ضميره الصحي وبدأ بقى يروح لصحابه الزباطه ولو مساعدوني ومش عارف ايه وهنمسك الخاطفين والقصة التالتة بتاعت امبرتو وقصته بقى مع زوجته السياسي وازاي كان كل القصة دي عشان ينتقم من المصور. وطبعا يعني رغم من المصور ده دموي وكل حاجة والصور بتاعته بيتقطدول ان هو مجرم ولكن اللي قتل زوجة السياسي هو امبرتو. فهو مسلسل بصراحة يعجبني يعني الزخم اللي في الاحداث اللي فيه وانه ماشي على اكتر من محور شامل حاجات كتير شامل المخدرات شامل موضوع الخيانات المتعددة وكمان فساد الشرطة في المكسيك والفساد السياسي اللي موجود برضو في آآ الشخص المرشح لعمدة مدريد. فمسلسل شامل عدد من الاحداث المهمة ومسلسل شايق جدا وفيه احداثه زي ما قلني فيها زخم وجيد جدا يعني انا بقديله ستة ونص من عشرة. وازن هو يعني ما يزيدش قوي عن كده لان المسلسلات الاسبانية التانية اللي موجودة على نتفلكس فيها برضو نفس القوة دي في الاحداث. والتمثيل كمان بيكون متميز جدا فيه. واشوفكم على خير ان شاء الله في الحلقة القادمة ومع السلامة.